كل واحد ما بيصليش يسمعني ومش معنى ما بيصليش ما بيصليش خالص لا كل واحد بيفوت صلاة كل واحد بيهمل في الصلاة كل واحد بيبقى مسك التليفون والأذان بيأذن كل واحد بيبقى قاعد قدام المطشعة وعلى القهوة والأذان بيأذن كل واحد بيبقى قدام المسلسل والأذان بيأذن كل واحد بيتهاون في أمر الصلاة اسمعني النهاردة أنا بقولك لقاء أحسبه حجة لي وحجة عليك بين يدي الله سبحانه وتعالى أنا خايف من الإجابة اللي جاوبتها للبنت لإني كلها إجابة دبلوماسية حبيت أهدئ بيها من روعها يعني أنت بتقر كلام الشيخ الأولاني أو الثاني دي أراء في الفقهاء لما ترجعوا لها تلاون المشايخ دي ما أخطأتش لكن ما أصابتش القول مع البنت لكن هم نقلوا إليها كلام الفقهاء فخذوا بالكم يا تارك الصلاة يا من لا تصلي اسمع أنت في الدنيا صاحب كبيرة من الكبائر ومصيبة من أكبر المصائب وذنب من أعظم الذنوب يا تارك الصلاة اسمع أنت في الدنيا تعيش في ضيق من العيش وفي ضيق من الحياة وفي هم مستمر وفي كآبة مستمرة وفي حزن مستمر لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها الصلاة اللي هي في كل الشرائع السماوية اللي هي الذكر الأعظم لأن ربنا في القرآن قال لي سيدنا موسى كده وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي يبقى الذكر الأعظم الصلاة يا تارك الصلاة اعلم أنك ملعون في جميع الشرائع السماوية في كل شيء في الكون ينفر منك هذه الملابس التي ترتديها تنفر منك وتدعو عليك تقول لك أخزاك الله أترتديني ولا تؤدي فرض الله لقمة العيش التي تأكلها تقول لك أخزاك الله أتأكل من رزق الله ثم لا تسجد لمولاك شربة الماء التي تشربها تقول لك أخزاك الله تشرب من رزق الله ولا تؤدي فرض الله فاحذر احذر 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 لأن الأمر مش هين طب ده في الحياة وفي الآخرة يختم لك بخاتمة السوء قبرك لا نور فيه لا أمن فيه لا أمان فيه لأن هذه الأمور لا تجلب إلا بالصلاة الأمن والنور والأمان في الكبور وحسن الخواتيم نحصله بالمحافظة على الصلاة على إقامة الصلاة وهقول لك الفرق من إقامة الصلاة وأداء الزكاة يوم القيامة يا تارك الصلاة أنت محروم من شفاعات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تارك الصلاة يوم القيامة أنت محروم من أن تشرب الحوض من الحوض المصطفى من حوض سيدنا رسول الله